كهرباء غايب عن قيمة النادي الاهلي في مباراة ميديامة عشان فرح شاككته طيب ببساطة شديدة احنا منلعب في اجواء احترافية ده الاهلي فلو فرح كهرباء نفسه مش هينفع يسيب الاهلي في مباراة رسمية مهمة في بطولة افريقية عشان فرحه ربنا يا رب يحفظه هو وشاككته ان شاء الله ودايما علاقته متبقى عظيمة كده ببعض هايل الروح دي عظيمة جدا ونحترمها ونقدرها بس ده شغل احترافي إلا إذا إلا إذا كان الموضوع في إنا الإنا معرفتهاش بصراحة بس لو ما فيش إنا وعشان فرح بس لا الفرح ينفع يتأجي اليوم ينفع يتأجي اليومين ينفع يتعامل وكهرباء يهني من بعيد يعني ينفع تفاصيل كثيرة جدا مع كامل 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 لاحترام لكل الأمور الانسانية متفهمة جدا جدا بس حتى يعني مثلا لو لعيب في ريال مدريد ما يقدرش ياخد أجهزة عشان الوحيد اللي كان بيعمل الوحيد اللي كان بيعمل كده ومستقبله انتهى خالص يعني هو نمار يسيب كل شيء يقول لك أصلي شاككت 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 تعرفين قصص نمارك كتيرة دي بس الأجوال الاحترافية ما فيهاش كده ما فيهاش أفرح لا قدر الله لا قدر الله لو ظرف سيء بقى في حالية وفاة لا قدر الله والعملية جراحية ساعتها ما حدش بيقدر يتكلم لو يوم المباراة حتى يسيب المباراة ويلوح ده أهم لكن الأفرح والحاجات دي يعني ينفع تتأجل بعض المباراة بس عموما أدام الأهل يوافق وأدام مارس الكولر وافق وأدام الناس كلها مبسوطة فخلص أنا بقول الكلام ده ليه بسبق به لو لا قدر الله الأهل يخسر إن شاء الله ما يحصلش لو قدر الله الأهل يخسر من مديامة هتلاقي كل الكلام ده طلع بقى وإزاي يسيبته كهربا وإزاي كهربا يسيب الأهل في الوقت الصعب دوت والأهل كان محتاج واحد يسجل جون مليناش حد عالدكة وهتلاقي نفسك داخل في جيم وحش جدا ولولا قدر الله الأهل يخسر من مديامة الله قدر الله وإزاي بقولك هي صعبة جدا يعني صعبة جدا والأهل يخسر من مديامة بس لو حصل يعني هيبقى الموقف الأهل تأذن في هذه البطولة بدون دعا يعني دي حكاية